يعود مسلسل الاغتيالات في محافظة الضالع إلى الواجهة مجدداً بجريمتي اغتيال وقعتا في أسبوع واحد لا يفصل بينهما سوى أيام الأنباء القادمة من الضالع أفادت أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية اغتالا عميد كلية التربية خالد الحميدي وهي العملية الثانية خلال أسبوع بعد اغتيال قائد القطع الشمالي في الحزام الأمني حاشد ريشان في مديرية قاطبة غربي المحافظة رئيس الجمهورية عبدربو منصور هادي وصف العملية بالعمل الإرهابي فيما وصفها نائب رئيس الجمهورية علي محسن بالعمل الإجرامي الغادر ووجه رئيس الوزراء معين عبد الملك في اتصال هاتفي مع المحافظ الأجهزة الأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة ومن يقف وراءها المركز الأمريكي للعدالة عبر عن قلقه إزاء استمرار الاغتيالات التي تستاذف الكوادر السياسية والدينية والإعلامية والأكاديمية في المحافظات الجنوبية ودعا في بيان له الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المسيطر على الأرض إلى سرعة تقديم المتهمين في ارتكاب المئات من جرائم الاغتيالات إلى العدالة بدورهما أذانت منظمة سان للحقوق والحريات ورايتس رادار اغتيال عميد كلية التربية بالضالع من قبل مسلحين مجهولين وهو في طريقه إلى مقر عمله حزب الإصلاح في المحافظة أدانه الآخر الحادثة ودعا في بيان له السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة للقيام بمسؤوليتها في القبض على الجنات وتقديمهم للعدالة الإصلاح طالب في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق من الحكومة والتحالف لكشف ملابسات ملف الاغتيالات لسيما التابعين للحزب الذين اغتيلوا في عمليات متفرقة يبدو أن مسلسل الاغتيالات لن يتوقف في الضالع الخاضعة أغلب مناطقها لسيطرة قوات أمنية تابعة لميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا وفي ظل تقاعص الجهات الأمنية الحكومية عن كشف المنفذين لهذه العمليات التي سجلت كلها ضد مجهول اشتركوا في القناة